فعليكم بتبليغ ما تعلمون تبليغ ما تعلمون بأسلوب صحيح لقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا هو أسلوب الدعوة بالحكمة والحكمة ليست هي اللين في كل حالة وليست هي الشدة في كل حالة وإنما الحكمة أن تضع اللينة في موضع اللين والشدة في موضعها فهذا هو الحكيم فموسى عليه السلام ذهب إلى فرعون قال الله لهما فقولا له قولا لينا وفي المرة الأخرى قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وهذا ليس بالقول اللين وإنما هو قول شديد وفي المرة الأولى قولا لينا بالقول اللين لأن المقام في الأول استحق اللين وفي الأخرى استحق القوة والشدة فهذه الحكمة فكل من أوصى باللين فقط فليست الحكمة وكل من أوصى بالشدة فقط فليست هي الحكمة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبعين مروهم مجرد أمر بالكلام ثم قالوا أضربوهم وهم أبناء عشرين ففي الأولى بالكلام لأن الحالة استحقت الكلام لأنه دون العاشرة وفي الثانية استحقت ضرب لأنه بلغ العاشرة وما فوقها قالوا أضربوهم ففي الأولى حكمة وفي الثانية حكمة حكمة